طيب نكمل بقية السورفر سيتاب اللي عندنا لو عاوزين نفعل النوكس والسوكس إمنيشن عشان يقدر يحسبه احنا عرفين ان النوكس يتكون من ثلاثة فورمر اللي هما الثيرم النوكس والبرومبت وفيل فيه والنوكس احنا مش هندخل في الموضوع ده دلوقتي خلالنا بس نعمل السيموليشن بعدين بقى نحسب حاجات للنوكس والسوكس إمنيشن بجاني ممكن طبعا نحسب البي اين ونحسب السي اوتو كل ده هنبدأ نفعله بعدين طيب في بعد كده عندي البوندر كونديشن انا معرف البوندر كونديشن اي هما اللي هو درجة الحرارة بتاعت السيلندر درجة الحرارة بتاعت البوتوم شامبر والتوب شامبر بتاعتي البستون السيلندر بستون والبستون نفسه والتوب فيس درجة الحرارة بتاعت الجيومتري أبو وانا شغال في السيموليشن بتاعته تمام؟ طبعا ده كله بيبقى اول يعني ده كله عبارة عن صولد وانا شغال في السيموليشن وانا شغال في السيموليشن فبالتالي ده كله يتعرفك على اين نوع بدرجة حرارة اللي هما هبدأ قوله فمثلا انا عرفت مثلا اي سي سيلندر شامبر اللي هما دول اللي هما ده مثلا عرفتها بدرجة حرارة تقريبا 440 تمام؟ التوب والبوتون طيب الباوندري كنديشن ده مفروض برضه نفسه نظام ده عندك من الاكسيبرمنتا اللي انت عملتها عرف درجة حرارة السيلندر اللي عندك عرف درجة حرارة البستون اللي عندك تمام؟ اللي هو زي مبروم كده الباوندري لاير حوالين اللي هيحصل عنده الكمبسشن باوندري اللي هما البستون والسيلندر والتوب والبوتون بتوع الشامبر ازاي ما قلنا بتعرفهم ازاي بتعرفهم على انهم وم واتحطوا درجة الحرارة تاعتك وتعمل كم نجي بقى احنا عاوزين عاوزين يا رأيين انا في الاخر اي رزلت اللي عاوزة اطلحها للسيميوليشن اللي عندي فمثلا سي انا عاوز اطلع مثلا البرشور فمثلا اقول المكسمم او المينمم او الحسد ندرس المكسمم بتاع البرشور اطلع مثلا اطلع مثلا اطلع مثلا ام الاحتمال اطلع ما اطلع مثلا اطلع مثلا ندرس المكسمم اطلع ثم البرشور اطلع مثلا أعوذها على نيو فاريابل تاني في نيو فاريابل أنا هقراه غير الحاجات اللي هتبقى مرقودة يعني مثلا البرشور مثلا أعوذ الستاتيك بريشور أو الابسلوت بريشور لو هقرا فاريابل أعوذ رينولد نمبر وأعوذ الفاريابل نفسها و هكذا يبدأ أنت على الحسب أعوذ الريبورت لأن في الأخرى هو الريبورت جاهز في كل الريبورت فأنت عاوذ الريبورت مكتوب في ايه؟ تمام؟ فيه بعد كده الانشياليزايشن وهو الانشيال بريشور أثناء عاملة الحقن والتمبراتشة أثناء عاملة الحقن طيب نحن هنفرض في الأكسبرمنتال أنا هفرض أن الريبورت ليس هو الأتموسفاريك بريشور وهو تقريبا بيبقى واحد بار يعني فرتبه هنا مية لأحنا هنفرض أنه هو داخل بتقريبا 2 بار أو 2.4 بار طبعا دابل باسكالا و أسنتها إلى 10.5 بار يعني التقريبه 2.5 بار يعني هفرض أنه فيه كومبريسور أو فيول اللي داخل ده داخل به 2.5 بار تمام والتمبراتشة بتاعت 440 طيب حسنا خلاص هنبدأ ندخل بقى على مرحلة الستطب ونعمل عملة سيموليشن ترجمة نانسي قنقر